مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا ومثله كذلك كمثل النخلة يكثر نفعها ويستمر خيرها فنفع الناس من أبرز صفات المؤمن لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها فهي منافع كلها كما أن المؤمن خير كله والإحسان إلى خلق الله من أعظم الأسباب الجالبة للخير فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس ومن ذلك دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومنه قضاء حوائجهم والتفريج عنهم وفي الحديث من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن نفعهم تعليمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن ومنه التصدق عليهم من الكسب الطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد ومنه إزالة الأدى عن طريقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ومنه الإصلاح بين الناس والشفاعة لأصحاب الحاجات وفي الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء والتعاون معهم على البر والتقوى قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه ومنه أن تعلم إنسانا حرفة يتكسب بها وأن تعين عاجزا عن الكسب بصدقة أو نحوها فأحسن العبادة يحبك الله وأحسن إلى الناس تربح مودتهم وتفز بمحبة الله لك قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين